فالحقيقة عندنا كلام كتير جدا نقوله في هذا الامر والاخطاء الكثيرة الفنية اللي ظهرت من فيتوريا والحقيقة ظهرت في هذه البطولة تحديدا لانه فيتوريا كان يقدر يعمل اكت احسن من كده معايا جيل وجهة نظري جيل رائع من اللاعبين بعيدا عن الاعمار والكلام ده كله ولكن هو جيل رائع انا بتكلم عن المجموعة اللي تلعب في كاس الامر الافريقية اللي فاتت اللي خرجت هذه المجموعة مجموعة رائعة دفعيا ووسط ملعب وهجوميا بصراحة ولكن عدم اختياراته الاختيارات من الاول فيها مشاكل خلاص قلنا 90% كويس جدا او 95% 5% حسين الشحات ما بين بسام ومحمد صبحي ولا عواد ومحمد صبحي ما بين اسم ولا اسمين كمان مش موجودين تجد ان يظهر منتخب مصر بهذا الشكل بعيدا عن النتائج ان انت مش عارف كونغو حضرتك ما عملتش علي اربع هجم اربع خمس هجمات يتعدوا فنيا وانت واقف كده في الملعب الموضوع صعب جدا يا جماعة هي المشكلة عندنا وكلنا كفنيين يعني كنا شايفين انه منتخب مصر لن يستطيع ان يكمل بهذا الشكل ولكن حفوان قلنا يمكن الدنيا تمشي يمكن الراجل يؤيد التفكير مرة تانية في الامور الغلط اللي عنده ولكن فيتوريا لا حسوا لخبر تتحس ان هو بيفكر من عالم اخر يعني ايه لي خلينا نزل انا محمود حماد ومهند لاشين في وقت زي ده في المبارزة يدي في رايحة 90% منها رايحة لدراجلات الجزاء واحنا عاديين كده عاديين بنتفرج شايفين ان احنا رايحين لدراجلات الجزاء هتقول لي اصل ده يعني مصري لعب لعب يلعب في الانتخب مصر وبالتالي هو قادر على التكيف وان هو يشوت دراجلات الجزاء ماشي ولكن في عقل انا كمدير فني عندي عقل ومهند لاشين هينزل يعمل ايه انزل حد بيقعرف يشوت رباك جزاء انزل ممكن يضيحها بالمناسبة بس انا بقى مدر انا كمدر بقى اعملت اللي عليا ما هو انا لما بحط تشكيل للمباراة بحط تشكيل للمباراة من وجهة نظري الفنية كمدرد لكن التشكيل ده ما انا ممكن اخسر هو انا عايز اخسر لكن لا لكن انا ما اعملتش اللي عليا وتفحصت في الموضوع علشان الاعب النني مثلا او لعب حجازي او لعب ياسر ابراهيم او لعب محمد عب منعم او لعب اكس من اللاعبين الفارق ما بين المدير الفني الجيد والغير جيد الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده كل التفاصيل اللي انا لازم ايبقى شايفها قدامي وقدام عيني ففيتوريا اخطأ كثيرا خلال هذه البطولة من اول ماتشف موزنبيق اخطأ تاني ماتشف غنى اخطأ تلت ماتشف كابفردي اخطأ رابع ماتش اخطأ خطأا كبيرا مش اسلامي ده مصر كلها اللي بتقول مصر كلها اللي بتتكلم في هذا الامر عشان كده انا بشوف يجب ان يتم اتخاذ قرار ماشي حنستنى اليوم اربعة ما عندناش اي مشكلة اربعة ده اللي هو يوم الحد اللي جاي اعتقد او الاتنين فاعتقد انه ما عنديش مشكلة ان انا استنى ولكن كنت انتظر ان يكون هناك بيان اعلامي من اتحاد كرة القدم زي اللي نزل يكون اقوى من كده شوية انت خايف تيجي وتقول ان الاية بتاعتك ما كانتش كويسة ان انا عندي مشاكل مع المدير الفني كان حد يطلع يشرح لنا يقول لنا ايه اللي من الممكن ان يحدث خلال الفترة اللي جاية خاصة ان البيان نفسه اتأخر يعني انا لو جبت لحضراتكم بقية الاتحادات عملت ايه هتلاقي ان الناس خايفة على مشاعر اهلهم ومواطنين بلدهم فطلعوا بيانات سريعة لكن البيان يتأخر ويطلع بهذا انا الحاجة الوحيدة اللي متقبلها فيه وهي الاعتذار بقية الكلام الحقيقة مش جاي علي قوي يعني اتحاد الكرة بيبرق نفسه وبيبرق دكتور اشرف ودكتور اشرف مالوش علاقة اساسا دكتور اشرف ما هو الا مساند للموضوع وزير الشباب ورياضة هو يجب ان يكون مساند وهو مساند من اول يوم لاخر يوم فايه اللي دخل دكتور اشرف في الموضوع وايه اللي دخل يقول لك انا عملت اللي علي قبل البطولة واثناء البطولة طب عملت اللي عليك خسرنا ليه هتلبسها المين انت بترمي الموضوع بعيد عنك وخلاص فغريبة جدا